كيف يتم تكون البول داخل الكلة؟ عندما نأكل الطعام بيتم امتصاص الغذاء الذي يحتاجه الجسم فيتخلف منتجات ناتجة عن الخضم في الأمعاء كما يتخلف من الدم مخلفات في داخل جسم الإنسان حوالي 4.5 إلى 5.5 لتر من الدم داخل الجسم ويتم نقل الدم إلى الكلة بواسطة الشريان الكلوي الكلة السليمة تنظف بمعدل نصف كوب من الدم كل دقيقة ويتم إذالة السميات والماء الزائد من الدورة الدموية داخل كل كل يوجد ملايين من الفلاتر تسمى هذه الفلاتر بالنفرون وهناك جزء داخل النفرون يسمى الكبيبة وهو بيتصل بأنبوب صغير حيث عندما يزيد ضغط الدم داخل هذه الفلاتر المسمى بالنفرون يتم تنقية السوائل من المخلفات ويتم إرسالها فورا إلى الحالب أما الحالب فهو عبارة عن أنبوب ضيق يتم نقل البول من الكلة إلى المسانة فتحتوي المسانة على عضلات موجودة في جدار المسانة تستمر في الانقباض والانبساط حتى ترغم البول إلى الخروج من الكلة فيدخل البول إلى المسانة ثم يتم تفريغه ويقوم جدار المسانة بالانقباض والانبساط للتحكم في البول للإفراغ وإمتلاع المسانة حجم الماء في المسانة الطبيعي يتراوح ما بين 400 إلى 600 مليليتر يوجد اتصال بين المسانة والمخ ثم يقوم المخ بإرسال إشارة إلى المسانة لإفراغ البول ثم تعود إلى حجمها الطبيعي يتكون البول بين 95% من الماء و5% من المخلفات والمخلفات تتمثل في الأمونيا وحمد اليوريك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر